بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين يقول الله تعالى وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَا بل أحياءٌ عند ربهم يُرزقون فريحين بما آتاهم الله من فضله بهذه المناسبة أترحم على كافة شهداء الوطن الذين استشهدوا قبل الاستقلال وبعده وكذلك الذين استشهدوا قبل ثورة الكرامة والحرية ثورة 17 ديسمبر 2010 والذين نحن بفضل الله تعالى وبفضلهم موجودون تحت هذه القبة نناقش مستقبل بلادنا فهذا اليوم هو يوم مشهود سيُسجِّره التاريخ فسيأتي إن شاء الله يوم في المستقبل يُقال فيه في مثل هذا اليوم من سنة 2013 بدأ نقاش ثاني دستور لتونس في جلساتٍ عامة للمجلس الوطني التأسيسي في جوٍّ توفَّرت فيه حرية الرأي والتعبير وفي ظل مؤسساتٍ ديمقراطية أنشأها شعبٌ عظيم قد وفَّقه الله للقيام بثورةٍ سلميةٍ مباركةٍ أنهت عهداً طويلاً من الظلم والاستبداد والقهر والتشريد ومُحاربة الحقِّ والفضيلة شعبٌ لم يتمكر لعروبته وإسلامه وثقافته رغم سياسة تجفيث المنابع التي سُلِّطت عليه من كثيرٍ من السياسيين العلمانيين بالتعاون مع نُخبةٍ متغربةٍ لا تمُتُّ لثقافة الشعب بأي سلة سيُقال يوماً ما في مثل هذا اليوم من سنة تلفين وثلتاش اجتمع نواب الشعب المُنتخبين ديمقراطياً لنقاش الدستور اختلفوا ثم اتفقوا افترقوا ثم اجتمعوا ابتعدوا ثم اقتربوا ولكن في النهاية أنتجوا دستوراً معبراً عن إرادة الشعب التونسي العظيم منطلقاً من الدستور الكوني الإلهي وهو القرآن الكريم دستوراً وفياً لهوية الشعب متفتحاً على بقية الشعوب والحضارات ومؤسساً لمستقبلٍ مشرق حامياً للحقوق والحريات منظماً للمؤسسات سيأتي يومٌ يقال فيه في مثل هذا اليوم من سنة تلفين وثلتاش اجتمع نواب الشعب في المجلس الوطني التأسيسي وكلهم حرصٌ على أن يكونوا أوفياء للشهداء والجرحة الذين باعوا أنفسهم في سبيل استرجاع الحرية للإنسان الحرية التي هي منةٌ من الله وحده على الإنسان الحرية التي لا يجوز المساس بها إلا طبقاً للنظام الذي سطره الله في هذا الكون للحفاظ على الإنسان ككائنٍ مكرَّم مثل ما يقول الله وقال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم إن هذا النص المعروض أمامكم اليوم هو في الواقع مشروع دستور قابلٌ للتعديل والتدقيق والحذف والإضافة وسأورد بعض ملاحظاتٍ حول في هذا الشأن ما ورد وخاصةً ما ورد في المواضيع التالية أولاً ما ورد في شأن حرية الضمير وقد أدى هذه المسألة كثيرٌ من الحبر حرية الضمير هي الحرية التي لا تتناقض مع الضمير الجمعي للشعب وبالتالي هي مسألةٌ لا يجب أن تتناقض مع هوية هذا الشعب ومع ثقافته ومع دينه ثانياً ما قيل في المرجعية الكونية للحقوق والحريات والحريات الكونية هي المسلم بها كونياً وليس عليها أي تحفظاتٍ من أي جهةٍ كانت وإلا أي إذا كان هناك تحفظات فستفقد صفتها الكونية وبالتالي لا تكون مرجعاً لنا ثالثاً فيما يخص ذكر الحريات والحقوق على إطلاقها فأنا أقول لا يجب أن يتخذ القانون مهما كان ذريعةً للتضييق على الحريات فلا بد من التأكيد على أن على عدم المساس بجوهر الحق مهما كان القانون ومهما كانت الحرية رابعاً باب السلطة التنفيذية إن اعتبار التوازن بين رئاسي السلطة التنفيذية أمرٌ محمودٌ مسألةٌ فيها نظر لأن هناك تساؤلاتٌ عديدة ستطرح في ظل هذا التوازن بين رأسي السلطة أولاً تحميل المسؤولية عندما تتداخل بعض المسؤوليات بين رئيس الحكومة وبين رئيس الدولة فمن سنحمل المسؤولية لقيحة اللوم هل ستكون لرئيس الحكومة أو لرئيس الجمهورية تنفيذ البرنامج الانتخابي كيف سنحاسب السلطة التنفيذية على تنفيذ البرنامج الانتخابي هل كانوا مخلصين وكانوا صادقين في برنامجهم الانتخابي أم ستقصم المسؤولية بين رئيس الحكومة ورئيس الدولة ولا ندري من نحاسب ثانياً النقطة الثانية فيما يخص المحاسبة أو فيما يخص رأسي السلطة التنفيذية كلمة بالتشاور التي وردت في أكثر من مكان كلمة مطلقة لم تحدد ما معنى التشاور ولذلك لا بد من ضبطها وتدقيقها كلمة الأمن القومي هل هو الأمن المسؤول عنه وزارة الداخلية أم أمن آخر وحسب ما ورد فأن هذا الأمن هو من مشمولات الأمن القومي من مشمولات رئاسة الجمهورية فهناك أيضاً خلط في المفاهيم خامساً بالنسبة للفصل أثناش وهو الذي يتحدث عن التوازن عن العدالة الاجتماعية والتوازن بين الجهات هناك نقص كبير في التدقيق في هذا الفصل فقد عومت مسألة الجهات في العدالة بالصفة عامة فلا بد من التأكيد على حق الجهات الداخلية والجهات المحرومة في التنمية مستقبلاً وربما ننصص على تمييز إيجابي وهذه مسألة لا بد من طرحها وبهذه المناسبة رسالة إلى إخوة النواب فيما يخص الفصل 141 الذي قيل فيه هو انقلاب على مدنية الدولة ماذا يقول الفصل 141؟ الفصل 141 حتى الشعب يفهم ماذا هو محتوى الفصل 141؟ يقول أنه لا يجوز لأي تعديل أن يمس من الإسلام كدين للدولة ثم هناك مطاط أخرى والتركيز كان على هذه النقطة فرفض الفصل 141 يعني بالضرورة هو إمكانية تعديل هذا الفصل أي أن يأتي يوم ونقول فيه أن الإسلام ليس هو دين الدولة في حين أننا أجمعنا كلنا في حين أننا أجمعنا كلنا بأن الفصل الأول من الدستور هو فصل متفق عليه ولا يجوز النقاش فيه وبهذه المناسبة لنقاط أخرى أريد طرحها فيما يخص التعديل وفيما يخص الاقتراحات سأوجهها في ورقة مكتوبة إلى هيئة الصياغة حتى تناقش وربما تضاف في الإضافة في هذا الدستور وبهذه المناسبة وبهذه المناسبة أود أن نحيي وبكل صدق كل نواب المجلس الذين ساهموا في صياغة هذا الدستور وأخص بالذكر هيئة التنصيق والصياغة التي عانت والتي قامت بجهد محمود لأن يصدر هذا النص في صيغته الحالية وهي صيغة محترمة تناقش نعم لكنها صيغة في مستوى كبير وأخص بالذكر في الشكر السيد المقرر العام الذي أثبت جدارة وأثبت خبرة رغم وهو شاب ونحن نهني تونس وشعبنا العظيم بهذا الرجل العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك ترجمة نانسي قنقر